طيب حضرتك قلتلي انه اه ممكن ده يحصل طبعا بس الواحد ازاي يعرف انه هو مضغوط يعني ساعات احنا الرحلة اليومية بتاعت الحياة احنا تعودنا عليها مبنبقاش عارفين مثلا هو انا النهاردة تعبين او انا تعودت ان فيه سترس معين هيحصل في اليوم مع الاطفال مع الشغل مع الحياة اليومية العادية ازاي الانسان يعرف انه هو دلوقتي بيمر بضغوطات وانه هو محتاج يتكلم او محتاج يشوف حد مختص اكتر حد بيحس كده هو الشخص نفسه او الحالة نفسها لانه هو بيبتدي ما يطلعش كلام كتير عايز يقوله هي دي الخطورة الحقيقية والنفسي كل الناس تسمع الكلام ده ان التراكمات الكتير بتخلي الانسان عارف احنا لما بيجي علينا وقت كده نحس ان احنا مش قادرين نكلم حد مش عارفين نعبر عن الجوانة مش عارفين لو احنا بنشتغل ولا نروح ولا نيجي مش عارف اركز في الشغل يعني دي من اهم العلامات اللي بتحصل وبيحصل لي عملية تقوقع كده مش عايزة رد على تليفون مش عايزة اكلم حد دي مثلا تعتبر بداية اكتئب طبعا وبيبتدي النيرف كمان بتاعي بيعلى يعني بمجرد ما يحصل اي موقف حتى لو بسيط بيبقى رد فعلي عليه عنيف عنيف جدا او او اعمل اي تصرفات ما كانش طب يعني نقول ايه ده لا هي ريهان ما كانتش كده وايه اللي حصل لها بتلاقي ردود افعال غريبة جدا بتحصل تعرفي على طول ان انت هنا ضروري جدا ان انت لازم تروحي لاخصائي او استشاري عشان الحالة ماتة تدهورش اكتر لان هيحصل زي ما قلنا ودي الخطورة بقى دي الدرجة اللي بعديها اللي بتحصل ان بيبتدي الجسم يتفاعل عصبيا مع المشاعر او زي ما بيجي بقى بانيك اتاكس وبلبتيشن وكده بالظبط يعني ناس يبتدي يجي لهم ضربات قلب سريعة ما بيجوش عارفين ليه مش عارفين يتنفسوا كويس مش عارفين ليه بالظبط في ايه تاني لا فيه حاجات كتير جدا هتلاقي بيحصل مشاكل في المعدة يعني من ضمن الحاجات فيه ناس بترجع فيه ناس بترجع مثلا ده وخصوصا في الحالات بتاعة الخوف والتوتر العالي قوي ممكن يحصل كده لان بيحصل مشكلة زي ما قلنا على المستوى الفيزيكل او الجاسها دي اكتر فيبتدي مثلا يحس ان هو زي ما انت قلت مش قادر ياخد نفسه حموضة المعدة بتتغير فيبتدي يحصل له مشاكل كتير واعراض كتير جدا دي كلها علامات يعني كأن الجسم عمال يديك الارم فيه حاجة غلط بتحصل وللأسف فيه ناس كتير بتكمل فالحالة بتتدهور اكتر حضرتك انهم بيسيبوا نفسهم يعني اه اه يعني يعني ما بينتبهش للموضوع ده او بيحس ان هي مجرد حاجة وهتعدي حاجة وهتعدي وهي للأسف بتترقم اكتر فيه عندنا كده جهاز اسمه الجهاز السنبساوي والجهاز البارا سنبساوي اللي هما اللي هما الجهاز السنبساوي ده عامل زي كده ايه عارفة البنزين بتاع العربية حاجة كده مطور شغال على طول ده بيفضل شغال على طول بس احيانا بيشتغل اكتر كمان لما بيحصل اي مواقف زي اللي بنقولها من ضغط عالي من نرفزة من مشاكل من استرس من كل حاجات دي فالجهاز ده كأنه بحمل عليه اكتر فيبتدي يرفع ضغط الدم يبتدي ان هو ضربات القلب تزيد اكتر التنفس يحصل فيه مشاكل الكلام ده عكس البارا سنبساوي اللي هو الجهاز اللي بيخليني ريلاكسيشن او يخليني اهدى او يفارمل يعني كأنه ده الحاجة اللي ماشية ودي الفرامل بقى اللي هي بتهدي تاني بس المشكلة انه لما بيحصل نرف عالي قوي او حزن جديد جدا زي ما قولنا بيأثر على عضلة القلب بيخلي كمان الجهاز المناعي كفقته تنخفض جدا فبيبقى مناخ اكتر ان اي فيروس مثلا او اي حاجة تحصل للجسم بسهولة يكاتش اكتر او يأثر علي اكتر يعني شفت الموضوع بقى بيمشي ازاي عشان كده ممكن فجأة يحصل لي حاجة ممكن فجأة احنا بنشوف ناس وده بيحصل بقى اكتر بكتير جدا بيحصل لهم جلطات نزعل فاماكن بقى الله اعلم هيحصل في ايه وفي حاجات بتكون صغيرة مثلا تلاقي انا عندي واحدة صاحبتي كل ما تزعل وتتدايق بجد بيجي لها برد مناعتها بتنزل خالص فبيجي الفيروس يكاتش على طول بالزبط على حسب بقى ممكن تصابي بايه يعني احنا هنا بنبقى قدام توقعات كتير جدا فالله اعلم ممكن يعني زعل بينزل من المناعة ده مية في المية طبعا فما بالك بقى ان انا زعلت وكتمت مشاعر كتير وضغطي ما بقاش مظبوط وهنقول بقى كولون ومعدة فتخيالي ان جهاز المناعة قد ايه بقى ضعيف لدرجة ان انا وارد ان انا يحصل لي اي حاجة لان ده الجهاز اللي بيحمل انسان شكرا